اشتركوا في القناة سيكون مخصصا للناس التي تحب طلب العلم والتي تحب المعرفة والتي تحب دروس من هذا النوع لتتثقف وتحمي طيورها من امراض خطيرة جدا جدا اليوم اخوتي رح ندخلو ان شاء الله في بعض الامراض الخطيرة التي قد تصيب اي طائر من طيوركم وستقوني اخوتي اذا اصاب الطائر واحد فخلاص قل على الدنيا السلام فستصيب بدون شكل طيورك الاخرى وسيكون مصيرها الموت المحقق اخوتي اول طفيلي رح نبدأ به اول طفيلي رح نبدأ به هو لاتخيكم منوز او لاتخيكم مناس كما ينادى عليها هي يعني طفيلي يصيب الطائر وعنده يعني عدة اسباب قد يكون يعني تجيب طائر مصاب توضعه مع طيورك او قد يكون من قلة النظافة او قد يكون ما نشعرف مثلا الانسان بعد احيان يدخل يعني حشاكم يدخل يتبول ما يوصلش هده المليح ويمسك الطائر فيعني هناك اسباب كثيرة كثيرة لهذه المرض وسأريكم يعني الاعراض الاعراض التي تصيب الطائر عند اصابته بهذا الطفيلي الذي يسمى لاتخيكم منوز او لاتخيكم منوز سأريكم ان شاء الله يعني في اول الايام بتاعه يعني نلاحظ نلاحظ ان الطائر بتاعنا الريش من بين عينه يبقى يعني هنا في محيط او في ونعم محيط العينين نرى الريش بدأ بالذهب من هذه المنطقة وايضا من بعد نرى يعني العينين مثل ما ترون العينين تتصلع هنا يعني يصيبها الصالع ان صح التعبير وتبدأ في الانتفاخ شيئا فشيئا من بعد سيتكون لنا شيء يعني هنا في هذه المنطقة هنا يعني في اليوم الثالث لانها يخطي يعني بكل صراحة طفيلي جد جد خطير بكل صراحة يعني في ظرف اسبوع قادر الطائر تاعك يموت سيتكون هنا اخوتي كيس هوائي هذا ستا كما نقولو كيس هوائي يتكون هنا ينتفخ ينتفخ هكذا هذه علامات اكيدة لهذا الطفيلي الخطير الذي ننادي عليه بريكو مناز باللغة العربية اخوتي هنا نارا تتقدم حالة الطائر شوفوا اخوتي كيف يصبح يصبح الطائر يعني في حالة جد مزرية حالة جد جد مزرية يعني هذا الكيس الهوائي هنا يبقى ينتفخ اكتر فاكتر والعينين تبدأ في انغلاق متل ما ترون تبدأ في انغلاق شيئا فشيئا من بعد اخوتي شوفوا يعني كيف تصبح الحالة العينين تصبح لا يقوى الطائر على الرؤية تماما وفي هذه الحالة يعني سنرى في حالة جد متقدمة سيبدأ يعني ممكن يشد اسبوع اخر ويموت اذا لم يتم علاجه في اقرب وقت ولكن خطير راح نوريكم ان شاء الله كيفاش راح تفيقوا لهذا المرض يعني نشوف لكم تصويرات اول ايام المرض ان شاء الله ممكن نلقاها باذن الله نعم لقد لقيت اخوتي شوفوا اخوتي اول ايام المرض شوفوا هذي في البداية راح نلاحظ انه كان هكذا مثل التعروجات في العينين شوفوا اخوتي مثل التعروجات من بعد نلاحظ ان الريش يبقى يطلع يبقى يطلع هكذا وكأنه روم شمخ او اصابه الزيت مثلا في هذه الحالة يلزم نتصرفه في اقرب وقت في هذه الحالة يلزم نتصرفه في اقرب وقت اخوتي المهم هذه المرض الخطير يتوجب دخول سريع اليوم جبت لكم اخوتي كيف نعالج ان شاء الله هذا المرض الذي ترونه اخوتي الكثير من الناس في الانترنات نرى اخوتي انه يتكلم عن الفلاجيل فلاجيل هذا ينبع فلاجيل نعم ولكن القلة 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 منهم فقط من يعرف كيفية استعماله ودواع استعماله يا اخوتي بزاف ناس نجبرهم يديروا هذا الفلاجيل كمضط حيوي لأي مرض يصيب الطائر وهذا شيء خاطئ تماما هذا الدواء جد قوي وجد خاطئ يعني وكان ما تستعملوش وتكون متأكد من دواع الاستعمال الطائر تأكد راح يموت بكل صراح اخوتي هذا الدواء مثل ما ترون فلاجيل يعني في الموليكول تسمى لمدخني بازول هذه هذه الموليكول الخوتي هذه تقضي على الطفيل الذي يعطلو لطخي كومونوس أو لطخي كومونس هذه تقضي عليها تماما ان شاء الله ولكن الان كيف راح نقدموه هذا هو الاهم سؤال كيف راح نقدموه الدواء اخوتي هذا دواء بشري ينباع عند الصيد راح نوريكم ان شاء الله سامحوني ورلكم ان شاء الله كيف كيف تقدموه بطريقة يعني تكون جيدة ان شاء الله لانه دواء مش غالي ممكن في الجزائر سعره مئة وتمانون دينار جزائري فقط هذا اخوتي نجيبو حقنا سورنق سورنق متل ما ترون هكذا ونجبدو بها ان شاء الله اخوتي نديرو 0.5 ميلي لتر في 1 لتر من الماء تفوت هذي المقاييس الطائر سيموت بكل صراحة شوف اخوتي تقريبا هكذا شوف اخوتي هذي المعاقة تتاعه الجمعة فيها كل شي كان عمره كان الموحيط هذا فيها 5 ميلي لتر وكان عمره فقط هنا الداخلي هذا جعلنا 1.25 ميلي لتر وهذه الطرف هنا هذا هنا فقط هنا براها كين هنا خلال مقاييس لكم اخوتي نوضع 0.5 ميلي لتر في يعني ملعقة هكذا في 1 لتر من الماء في 1 لتر من الماء يعني هكذا نشوف 1 لتر من الماء ونقوم بسكب يعني مثل ما ترون يرجى الاحترام يا اخوتي المقادير المقادير جد ضروري اخوتي هذا يعني هذا الدوات الفلاجيل لا يتجانس بسرعة مع الماء لكم ما نقول نحن هيدروفوب لهذا يتوجب خلطه جيدا 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 قبل ان نقدم خلاص خلطه مليح 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 لانه راح يترصب هذا راح يترصب في القاع وهذا ما نشحب نحن خلطه مليح 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 قبل انه اعطيها الطائر بتاعنا خلطه مليح مليح خلط 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 اغي تخلط خلط خلط مليح خلط هكذا لمدة ثماثانا عشر دقائق حتى تضمن ان شاء الله انه تخلط مليح بإذن الله حتى ما يترصب لك ما يترصب في القاع المهيب خلطي من هذا اللي يعني وضعنا فيه الدواء راح نوضعه في المشربية الماء راح نعمره المشربية الماء الطائر تعني كنشوف فيه علامات هذا الطفيلي اللي هو ونعطيه يوميا يوميا حتى يعني يشفى الطائر بإذن الله ولكن خوتي هذا كنعطي وهاليوم خلاص نقيصه الماء اللي بقى كل الماء المتبقي س يعني سنقوم خلاص نقيصه لأنه غير صالح خوتي الدواء الذي وضعناه الفلاجير سيترصب سيترصب بالأسفل وبالتالي خلاص لن نستفيد منه لهذا خوتي يوميا نكرر العملية هذه عملية جد سهلة ونقدم للطائر نعمر المشربية من هذا الماء خلاص خوتي الحالة الثانية التي نعالج به هذا الدواء إن شاء الله ستكون مرض الكنكر مرض الكنكر يعني عارف كثير من الناس ما يعرفوش المرض حتى يصادفهم ما يعرفوش راح نعرف بإخوتي كيف تعرفوا هذا مرض الكنكر إن شاء الله يعني عارف أن هذا الفيديو الكثير من الناس ما راح شعطيوها قيمة ولكن يجي النهار اللي يحتاجو هذا الفيديو نلاحظ في الطائر التاني أخوتي أنه يتقي يقوم بالقي رائحته جد جد كريهة يعني هنا متوقفة عند البلعوم متوقفة في الحلقة يعني عنده رائحة جد كريهة هذا نعيطلو مرض الكنكر مرض جد خطير الطائر يعني يصيبه الهازل يبقي يعيد ما أكله يعني يتقي وبالتالي سيموت بدون أدنى شك لهذا نستعمل أيضا نفس الطريقة أخوتي نقدم يوميا حتى بإذن الله يشفى الطائر خلاص خوتي يعني وريدتكم الطريقة وأيضا المرض الثالث سأريكم إن شاء الله خوتي مرض يخاف منه بزاف تعناس وهو مرض كيف ترون بطن الطائر يتحرك يتحرك هكذا ويصيبه الهازل والتسييف وبالتالي سيكون مصيره الموت بدون أدنى شك شوفوا أخوتي نشوف البطن يتحرك وكأنه فيه شيء ما غير عادي وهنا بين يعني البطن والمخرج تلاحظوا كأن فيه فاصل هكذا ويتحرك يمشي يتحرك يتحرك البطن يتحرك ونرى الطائر ينهت ينهت يعني يتحرك ينهت يتنفس بسرعة فائقة شوفوا أخوتي نستعمل أيضا أخوتي الدواء الفلاجل ولكن نستعمله مرتين بالأسبوع فقط مرتين بالأسبوع لأنه هذا المرض مرحش يقضي عليه مباشرة وبالتالي نستعمله مرتين بالأسبوع مثلا نعطيه بالسبت ونعطيه بيوم الأربعة نفس الطريقة أخوتي مثل ما فعلت نظن والله أعلم أنني وضعت لكم ما لدي من معلومات فإن شاء الله تستفيدون وختيح دولي هذا الدواء غير قوي جدا قوي جدا إذا ما عرفتو إذا سمعت الخزع بالات التي تنشر في الانترنت أخلاص ستكملها بكل صراحة طيور تحكم ستتموت لهذا ختيح دولي أيضا هذا الفلاجل يستعمله في بعض الأحيان الزوكم ولكن الزوكم المتقدم يعني بعض الإخوة وكل شي جربوا على مرض الزوكم ولكن يعني الإنسان باش ينحي الشك وما يخاطر بحي الطائرة إذا أصاب الطائرة الزوكم وانتفخ يعني ضربت برد أو نزلت برد يشري له أقراص من أقراص من السيلفا يعني السيلفا أي حاجة تحتوي السيلفا مثل السيلفا طبع الليل هذه مفيدة لحالات الزوكم ما يمشيش عقد خاطرة وخوتي هذه الأمراض التي ذكرتها لكم والله إذا تشت طائر واحد فقط من طيور راح تكون كارثة كارثة راح تكون كل الطيور راح تنسرب بها في ضرف شهر 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 راح تخسر كل الطيور تاك راح تجرب كل الأدوية راح تجرب حتى حاجة ما تفيد أنا نقول لكم خوتي هذي يعني جدا قاوية وجدا فعالة وعندها أنا فيكم تقتل هذ الطفيليات وهذ الباكتيري أنايروبي اللي يسيبوه الطيور تاكم لهذا أخوتي إن شاء الله ربي يوفقكم أنا عارف أنه الفيديو طويل ولكن أخوتي اللي بغا يتعلم للأسف اللي بغا يتعلم راح بابه هذي يا أخوتي نحن نبغيو ناس يتعلموا ما نبغيوش ناس اللي بغيو فاقط الفيديو هات اللي تاع الجمال هذي ونرو الطائر وندي الطائر فوق يدي ونوكل الطيور هذي خلاص هذي ما